طبعا كان فيه نجوم في اللقاء عشان بس ما ناخدش لكل الأمور بشكل سلبي في مباراة الهلال السوداني وعدم تحقيق الفوز خارج الملعب في الظل يعني ان انت جاي منتشي بالمدالية البرونزية في الظروف اللي كانت لا تسمح بأكثر من المدالية البرونزية من وجهة نظري كان فيه نجوم في اللقاء ونجوم اللقاء كتير أنا يعني بالنسبة لي ياسر إبراهيم كان أحد أهم وأبرز نجوم اللقاء ولكن ياسر إبراهيم يعني أحد الدفين دلوقتي النادي الآهلي على مدار التاريخ في كأس عام الأندية بالتأكيد يعني قدم فترة أخيرة ممتازة جدا ولكن احنا دورنا أننا برضو ندي دفع معنوية لبعض الاستفقات الجديدة وتحديدا لما يكون ابن النادي الآهلي وعاد للنادي الآهلي وسن لسه صغير وبيقدم ثقة ويمكن أنا اتكلمت في الآهلي في المنديال قد إيه أن محمد عبد المنعم بيفكرني باللعبين الكبار اللي بدأوا صغار من حيث الثقة كلمت عن كابتن أشرف آسم في 86 لأننا كنا بنتكلم عن أم أفراقيا واتكلمت عن كابتن هاني رامزي طبعا يعني نجم خط ظهر النادي الآهلي ومنتخب مصر واتكلمت عن نجوم كتير ويمكن بداية رامي ربيعة أيضا كانت بداية كلها ثقة مع النادي الآهلي دي طبعا أرقام محمد عبد المنعم في المباراة كان استعادة الكرة 14 مرة وده كان تاني أكتر تاني لعب استعادة الكرة تدخلات الدفاعية النجحة 12 من 14 التحامات هوائية 7 من 8 وده رقم مميز جدا التحامات أرضية 4 من 5 التمريرات الطولية النجحة وطبعا أشهرها تمرير تعالي معلول اللي كنا ممكن نقدر نسجل منها 2 من 4 دقة التمريرات 91% بس بعيدا عن الأرقام ما زلت مقتنع بفكرة الثقة اللي بيقدم بها محمد عبد المنعم هل محمد عبد المنعم هو كده وصل لكمة مستوى؟ لا لكن احنا هنا بنقوله احنا معاك جامهير النادي الآهلي بتدعم أي حد عنده الثقة وعنده شخصية النادي الآهلي نتمنى الاستمرارية فكرة انك تتقلق مباراة أو مباراتين ده لسه في بداية الطريق لسه الاسم بالألم الرصاص المجهود وانك تحفر اسم داخل وجدان جامهير النادي الآهلي محتاج مجهود كبير وكبير جدا وعندك تنافس شاك وصعب جدا مع نجوم كبار عندنا ان شاء الله بادر بنون يرجع بالسلامة عندنا رام ربيع عندنا ايمن اشرف ياسر ابراهيم حمدي فتحي وتوظيفه في المكان ده وان كنت شايف انه ممكن مع عودة المصابين يعود حمدي فتحي اتمر تانية للوسط الملعب لكن في النهاية محتاج مجهود كبير احنا بس بنقولك شابو كمل خليك بنفس الثقة ابزي المجهود اكبر اعتقد انت فاهم يعنيه قيمة تشيرت النادي الآهلي وقيمة جماهير النادي الآهلي لما تكون بتدعم لعب في بداية الطريق جمهور الآهلي بيديك دفعة البدايات وده عهدنا دايما باللعبين اللي بييجوا النادي الآهلي هتلاقي الجمهور كده مستني يديك الدفعة دي ولكن جمهور النادي الآهلي دايما ما بيشوفش فكرة الكمال ودايما في عز ما كنا بنيديك حقك مبارح كان البعض بيتكلم في الثقة الثقة مطلوبة ولكن نتمنى ان ما يكونش فيه ثقة زائدة عشان الأداء يكون متكامل والأداء يكون مثالي وده اللي بنشوفه من محمد عبد المنعم وكل اللاعبين عايزين أداء الجمهور بيطمح في كل حاجة وعايز اقف فعلا عندي ياسر ابراهيم لانه هو اتظلم مبارح يمكن الأضواء كلها راحت لمحمد عبد المنعم ياسر ابراهيم يا جماعة بالنسبة لي حالة غريبة جدا تخصص هلال الهلال السوداني في 2019 عمل مباراة رائعة تاريخية الهلال السعودي عمل مباراة عظيمة امبارح كان في أفضل حالاته فأتمنى التوفيق لكل اللاعبين والنادي الأهلي كالعادة دايما عهدنا بيه انه هو ان شاء الله يقدم بطولة قوية وانا عندي حاجة مختلفة جدا البطولة دي انا شخصيا مشاعري فيها اقوى من البطولة اللي فاتت لان فكرة تحقيق اللقب الثالث على التوالي الأول مرة في تاريخ النادي الأهلي حاسسها مش هتتكرر كتير يعني انت عندك جيل وصل للفكرة دي وللمرحلة دي ومقرب قوي انه هو يلمس فكرة البطولة الثالثة على التوالي وانا بصراحة شايف فنية انه الامور مواتية سانداونز مش في أفضل حالاته الوداد انا برضو شايفه بعيد الرجاء رغم ان الناس كانت قابل البطولة لا انا شايف الرجاء فريق يقدر يروح لبعيد فانا شايف ان الفرصة مواتية ان ان شاء الله بإذن الله الاهلي في أول مرة في تاريخه يحقق ثلاث بطولات دور أبطال على التوالي بص انا مش هروح للفرق المنافسة لان انا مش عاوز فكرة ان انا انخدع في دور المجموعات بمستوى الفرق المنافسة لان في ناس لما بتوصل لخلاص المرات الاقصائية بنشوف شكل مختلف جدا لكن احنا فعلا عندنا الفرصة لان احنا عندنا جيل مميز عندنا لعيب النادي الاهلي من وجهة نظري قادرين ويستحقوا ان هما يكتبوا جيل مميز يتخطى جيل ابو تريكا ومحمد بركات وعماد متعب وقال الجمعة قدامهم الفرصة بالنسبة لي في كأس عالم اندية هما تخطوهم بالفعل حققوا برونزيتين يتبقى ليهم ان شاء الله يحققوا التالتة على التوالي يبقوا ده الجيل الافضل رقميا في تاريخ النادي الاهلي اعتقد فرصة زي دي ما ينفعش نفوتها